ما زال السجال الامريكي والايراني على اشده في العراق في سياق حرص كل طرف على تأمين مصالحه ونفوذه في البلد الذي يواجه حزمة من الازمات العاصفة التي تسبب بها الطرفان ووكلاؤهما فيه على الجانب السياسي تحاول طهران تشكيل حكومة وفق مقاساتها تمثل امتدادا للحكومات السابقة وهي تواجه في ذلك معارضة امريكية تبدو حريصة على ابقاء نفوذها في العراق لا سيما بعد مطالبة حكومة عادل عبد المهدي برحيل القوات الامريكية مدعومة بحجد الكتل البرلمانية المحسوبة على ايران والتي تمكنت هي الاخرى من اصدار قرار في مجلس النواب يصب في نفس الاتجاه وبعد شد وجذب وسقوط مرشحين لرئاسة الحكومة هما محمد علاوي وعدنان الزرفي توصلت القوى السياسية الى ما يشبه مرشح توافق بين طهران وواشنطن هو مصطفى الكاظمي لكن دون ان يمنع ذلك من محاولة فرض مزيد من الضغوط لا سيما من جانب طهران التي تريد استعادة اتزانها في العراق بعد الضربة التي تلقتها بمقتل قاسم سليماني وقد ظهر ذلك من خلال التهديدات التي اطلقها زعم ميليشي العصائب قيس الخزعلي متهم الرئيس الجمهورية برهام صالح بمحاولة تسليم العراق بيد الولايات المتحدة ملوحا بالتحرك لاسقاط القاذم اذا لم يفعل قانون اخراج القوات الامريكية يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر في وزارة الدفاع الامريكية ان خطر الميليشيات المدعومة من ايران ما زال قائما على رغم من تأثرها بنشر منظومات صواريخ باتوريوت وعمليات اعادة الانتشار في القواعد الامريكية وقالت الوزارة ان المعلومات الامنية المتوافرة لا تستبعد بان تلجأ هذه المجموعات الى اعادة احياء تكتيكات واساليب العصابات او ما يعرف بفرق الموت مشيرة الى ان ميليشيا كحزب الله والنجباء وسيد الشهداء وما عرف اخيرا بعصبة الثائرين تتحمل مسئولية استهداف القواعد الامريكية وهو ما يعني ان العراق سيدفع مزيدا من الاثمان الباهظة في صراع لا يأبه طرفاه بدمار البلد الذي يتنافسان على ساحته اشتركوا في القواعد